استقبلت الكويت 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد وقالت السلطات الكويتية إنها ستستقبل دفعات متلاحقة من اللقاح تصل إلى 800 ألف جرعة تكفي لـ 400 ألف فرد نهاية فبراير أو أول مارس المقبلين مؤكدة أن اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية